نظمت وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية فعالية رياضية وصحية مشتركة بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين وبهذا المناسبة أكدت سعدة دكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة أن اليوم الرياضي لمملكة البحرين يؤكد على أهمية ممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية التي تنعكس بشكل مباشر على الصحة وجودة الحياة لافتة إلى أن هذا اليوم يعكس الحرص على تعزيز صحة ورفاهية المجتمع أجرت سعدته إلى أن هذه الرياضة تعد جزءا هاما من نمط الحياة الصحي إذ تساهم في تعزيز اللياقة البدنية والعقلية وتقوية جهاز المناعة وتحسين جودة الحياة بشكل عام منوهة بحرص الوزارة على خلق بيئة نياضية داخل الوزارة من خلال توفير نادي صحي بمبنى وزارة الصحة يهدف إلى تسجيع منتسبي وموظفي الوزارة على ممارسة الرياضة إذا فتن إلى إقامة الفعاليات والبرامج المرتبطة بالصحة والرياضة حرصت مملكة البحرين على تبني العديد من المبادرات التي تعنى بممارسة الرياضة وتشجع على أنماط الحياة الصحية وجاء تخصيص نصف يوم عمل في تاريخ 22 فبراير هذا العام على ضوء توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله داعما لما ترمي إليه حكومة مملكة البحرين من دعم لممارسة الأنشطة التي تنعكس على تحسين جودة الحياة وتقليل المراضة المتعلقة بالخمول البدني وجاء الوعي المجتمعي في ممارسة الرياضة من خلال الأنشطة الكثيرة التي يقوم بها المواطنين والمقيمين في هذه الأرض الطيبة أيضا ليعكس مدى الاهتمام والثقافة المجتمعية على ممارسة الرياضة اشتركوا في القناة